مع زيادة عدد النازحين من أفغانستان بعد سيطرة طالباً حذرت الأمم المتحدة من تراجع مستوى التعليم خاصة بين الفتيات ما ينذر بوقوع انتكاسة كبيرة في قطع التعليم أفادت الوكالة الأممية في بيان بتوقعاتها بأن يرتفع عدد النازحين في الداخل ما يزيد خطر حدوث خسائر في التعليم في أوساط الأطفال وكارثة أجيال ستؤثر سلباً على التنمية المستدامة للبلاد لسنوات ومنذ 2001 عندما أطاحت القوات الأمريكية بأول نظام أقامته طالبان بعد اعتداءات 11 سبتمبر ارتفع عدد الفتيات في المدارس الابتدائية من نحو صفر إلى مليونين ونصف المليون في عام 2018 وتضاعف التعليم في أوساط الإناث إلى 30% بات حالياً أربعة من كل عشرة طلاب في الصفوف الابتدائية فتيات وفي المجمل هناك نحو عشرة ملايين شخص مسجلين في النظام التعليمي مقارنة بمليون فقط عام 2001 لكن حكومة طالبان الجديدة أصدرت مرسوماً ينص على وجوب فصل النساء اللواتي يرتدنى الجامعات الخاصة التي ازدهرت في السنوات الأخيرة عن الرجال وأمرتهن بارتداء عباءات ونقاب ويتوقع صدور قواعد متشددة أخرى في مجال التعليم بالنسبة للمؤسسات العامة مثل منع الرجال من تدريس النساء وهو أمر سيشكل أزمة في البلد الذي يعاني في الأساس من نقص في المعلمات وقالت اليونسكو إن ذلك سيسدد ضربة هائلة لمشاركات النساء في التعليم العالي ولتعليم الفتيات على نتق أوسع ما سيؤثر سلباً على حياتهن وعملهن ومواطنتهن وسيشكل تراجع المساعدات الدولية التي تساهم في نصف مصرفات أفغانستان في مجال التعليم مصدر تهديد آخر ولطالما كان يتأخر دفع رواتب المعلمين حتى بوجود تلك المساعدات ما يثني كثيرين عن امتهان تلك المهنة وأشار التقرير إلى أنه قبل عودة طالبان إلى السلطة كانت التحديات التي يوجهها التعليم في أفغانستان ضخمة وأفاد بأن نصف الأطفال ممنهم في سن المرحلة الابتدائية غير مسجلين في المدارس فيما لا يتقن 93% من الأطفال في المراحل الابتدائية المتأخرة القراءة وتنضم لنا من كابل بشتانة زلماي خان النشدة المختصة في حقوق المرأة أهلا بك معنا مع موجود الآن حكومة الطالبان في أفغانستان وتعيين وزير للتعليم هل أطلعتنا في البداية على وضع التعليم في أفغانستان مع وجود هذه الحكومة وسيطرة الطالبان؟ حسنا بداية جزيلة شكرا على استدافاتكم بالطبع فأنا أعتذر ربما لضعف شبكة الإنترنت في المنطقة التي أتحدث منها ولكن بالنسبة لسؤالك مع تولي سيطرة الطالبان فإن أفغانستان هي دولة مسلمة ومن ثم فإن هناك أقليات من ديانات مختلفة وكذلك فهناك بعض المناطق المعزولة فيما يتعلق بالأقليات وفيما يتعلق بوصول الطلاب إلى المدارس العليا والإعدادية والثانوية فإن كما ذكرت في تقريرك فإن الأعداد ضعيفة ولكن هذا ما يدعو للقلق وهذا يمثل ناقص خطر ذلك لأن المدارس الحكومية يتم إدارتها وهناك في المدارس الحكومية مدارس من مدارسات ولكن هذه بالطبع الحكومة الطالبان ترفض فكرة الاختلاط في عملية التعليمية وأعتقد أنهم ليسوا مفتحين في ذلك الأمر ذكرت حضرتك أستاذ زلماي أن هناك رفض من أفغانستان ومن طالبان عموما لفكرة الاختلاط شهدنا يوم أمس وتبعنا في كابل مظاهرة نسائية خارجة ترفع لافتات وتقول أنها ترفض التعليم المختلط ما الذي نفهمه من هذه المظاهرة يوم أمس؟ هل هذه المظاهرة التي خرجت لنا تريد فعلا عدم وجود تعليم مختلط في أفغانستان أم هي مجبرة مع وجود حكومة الطالبان؟ المسألة هي أن التعليم في أفغانستان تعليم منفصل ذلك لأننا ليس لدينا هذه الوفرة من المدارسين أو هذه الوفرة من المؤسسات التعليمية التي تعلم الفتيات ومن ثم بالطبع هناك عدد من المدارسين من الرجال المنتمين لحركة الطالبان ولكن النقطة الأولى التي علينا أن نفهمها هو علينا أن نفهم أننا لسنا لدينا القوانين المختلفة التي تشارع ذلك وأن هذا قد يؤثر على كل الفتيات وأن أولئك الفتيات التي ترغبن في ارتياد المدارس ويرغبن في متابعة مدارسهم بالطبع سوف يكون رديهم حقوقات نحو الدولة ومن ثم فهناك حاجة ربما إلى بعض الأسئلة وإلى الاستماع إلى أصوات هذه الفتيات كما رأيتي أن المظاهرة بالأمس هم لا يهمشوا الفتيات ولكن بالطبع سوف تتاح لهم الفرصة من منظور الحكومة الطالبان ولكن فيما مضى كانت فعلا حكومة الطالبان تعارض الفتيات للضرب أو لبعض الإيزاءات والاعتداءات الجنسية ولكن هذه هي أقل مشاكلنا إذا ما فهمنا الماضي وتعلمنا من الدروس المستفادة فيما مضى بالطبع سوف نشهد عددا كبيرا سوف يرتاد المدارس وسوف يتخرج كثير من الفتيات ليكونوا مدارسات ومن ثم على الفتيات أن يتعلموا بغض النظر عن أي ظرف وبغض النظر عن أي حكومة وبغض النظر عن أي قرارات ومثل هذه القرارات لا ينبغي أن تؤثروا على تعليم ومستقبل الفتيات سمعنا المتحدث بلساني باسم طالبان كان يقول أنه سنسمح الفتيات والنساء بالتعليم ولكن شرط الالتزام بالنقاب داخل الجامعات طيب أنت أستاذة زالمايخان ناشطة ومدافع عن حقوق المرأة وبالنسبة للسيدات الأفغانيات أيضا كيف تنظرون إلى مستقبل التعليم في أفغانستان خصوصا بالنسبة للمرأة في ظل ما حققه التعليم في أفغانستان بغياب طالبان لمدة عقدين من الزمن في الفترة الماضية كان علينا أن نشهد وأن نعترف بأن هناك بعض التقدم الذي تم إحرازه في قطاع التعليم كان هذا في فترة العقدين الماضيين وكذلك كانت هناك بعض المدارس ولكن قد تكون هناك حالة من الفساد ولم تكن المدارس بالعدد الكافي ولكن مع التقدم ومع زيادة بناء المدارس ومع زيادة القدرة الاستيعابية للدراسة وتقديم خدمات الرعاية الصحية فبالطبع فكانت هناك فرص رائعة وتعليم ربما يرتقي شيئا فشيئا والتقدم الذي حققته المرأة تحديدا على مدار العقدين النقطة الثانية وهي أن حركة الطالبان وتحذيراتها بشأن ارتداء النقاب وما إلى ذلك هذا يمثل قرص انزار في مستقبل التعليم وفي مستقبل الحياة المهنية وتخريق المدارسات ذلك لأن قد تتفاكم الأزمة مستقبلا بصفتنا معلمين فأنا يكينا أؤكد أن عملية التعليم المختلط أو الفصل التعليم هذا لا يمثل مشكلة جمع ذلك لأنه طالما لدينا العدد الكافي من المدارسين يمكن تحقيق ذلك ولكن أفغانستان تعاني من عكز في عدد المدارسين لتحقيق هذا المطلب وعلى هذا النحو يحرب المواطنين من أفغانستان مسافرين ومهاجرين إلى دول أخرى لذلك الأمر وقد تمثل مثل هذه التحديات السياسية معضلة كبيرة في قطاع التعليم وتعليم الفتيات واللعب بحياتهم وعلينا إذن أن نركز على هذه القضية وعلى قطاع التعليم ونشجع الفتيات في الانضمام وفي إدراجهم إلى المدارس ذلك لأنهن هم من يهاجبون هذه المشكلات مستقبلا شكرا جزيلا لك من كابل الأستاذ بشتانة زلماي خان الناشطة المختصة في حقوق المرأة شكرا لك